بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخوة الطلبة سنحاول الآن أن نأخذ بعض التمارين على خواص التكامل الغير محدد فلو وجدنا أن الخواص هي ثلاثة أولا السابق يخرج خارج زمس التكامل والثانية تكامل مجموعة مجموعة التكاملات وتكامل فرق فرق التكاملات فقط ثلاثة خواص لو جدنا على التكامل هذا فأنا باستخدام الخواص يمكن أن نرى أنه هذا يكتب بالشكل التكامل 5x تكعيب 5x تكعيب زائد بدx زائد تكامل 2cosx بدx وهذا استنادا إلى الخاصة الثانية استنادا إلى الخاصة الأولى يمكن إخراج الخمسة خارج رمز التكامل وإخراج الاثنين خارج رمز التكامل إذن الاثنين يمكن إخراجها والخمسة يمكن إخراجها ننتقل بذلك إلى تكامل شهير تكامل من الشكل XSN وتكامل XSN هي XSN زائد 1 على N زائد 1 زائد 2 تكامل cosine أيضاً شهير هو sine X ونضع ثابت للجميع بهذا الشكل أي أنه يساوي إلى 5 على 4 XS4 زائد 2 sine X زائد ثابت التكامل هذا بالنسبة لهذا التمرين إذن طبقنا الخاصة الأولى والثاني بالنسبة لهذا التمرين أيضاً هنا استناداً إلى الخواص يمكن أن نوزع التكامل للأول والثاني والثالث فنحصل على تكامل 8 T تكعيب بDT سالب تكامل 6 جزر T بDT زائد تكامل 1 على T تكعيب بDT أيضاً إذن هذا استخدمنا فيها الخاصة الثاني والثالثة يمكن أن نستخدم أيضاً الخاصة الأولى وهي التي تقول على أنه السابت يمكن إخراجه خارج جمز التكامل والستة يمكن إخراجه خارج جمز التكامل فنحصل عليه يمكن أيضاً هنا بإعادة الكتابة كما درسنا فيه سابقاً إذن هذه T تكعيب شهيرة سالب ستة تكامل جزر يمكن كتابة الجزر على أنه قوة هو تي أس نصف بDT زائد وتكامل هذا وجدنا في المحاضرة السابق 1 تي أس ألف يمكن إخراج تي تكعيب إلى الأعلى فتصبح تي أس سالب 3 بDT كل هذه التكاملات شهيرة على قاعدة القوة فنحصل على هذا تي أس إن زائد واحد على إن زائد واحد يعني 3 زائد واحد على 3 زائد واحد نائز 6 تي أس نص أنه تي أس نص زائد واحد يعني واحد ونص تأسيم واحد ونص أن العملية القسمة على كسر هي الضرب في مقلوبه يعني 2 على 3 زائد T والسالب 3 زائد تي أس سالب 3 زائد واحد على سالب 3 زائد واحد زائد سابت التكامل الآن يمكن إصلاح هذا المقدار T أو 4 مع T إذن 8 مع 4 تختصر مع 2 T أو 4 6 مع 3 بتختصر تبقى 2 في 2 أرعة إذن سالب 4 T أو 3 على 2 زائد سالب في النائس نائس نصف ضرب T أو 3 يمكن أن نجعلها T تربيع زائد سابت التكامل إذن هذا بكل بساطة لو جينا إلى هذا المثال احسب تكامل التالي هنا العملية قسمة لا توجد عندي خواص للقسمة الخواص فقط للجمع والطرح والسابت إذن هذه أحتاج إلى إعادة كتابة الدال المستكملة لو أعدنا كتابة الدال المستكملة وذلك بإجراء عملية فك للتربيع الموجود على القوس فإنما فكوكه يساوي مربع الأول سالب 2 الأول ضرب الثاني زائد مربع الثاني هذا فكنا مقسومة على الـ تربيع مقسومة على X تربيع وإن الواحد مقسومة أيضا على X تربيع بDX الآن نستخدم الخاصة اللي أخذناه في المحاضرة الماضية إذا كان عندك X أس ألفا تقسيم X أس بيتا هذا يساوي X أس ألفا نائس بيتا وعندنا خاصة واحد على X أس إن هي عبارة عن X أس سالب إن فإنني أحصل على هذه على الشكل التالي منها هذه X أربعة راحة 2 هي 2 نائس 2 من راحة 2 هي 0 2X0 هي 1 زائد 1 على X تربيع هي X أس سالب 2 بDX وهذا بدوره حسب قاعدة القوة هذا X أس 2 زائد 1 3 نائس 2 تكامل DX هي X زائد تكامل X أس سالب 2 هي X أس سالب 2 زائد 1 على سالب 2 زائد 1 زائد سابت التكامل إذن هذا هو عملية مكاملة يمكن تجميع الأمثلة السابقة كلها باللوحة التالية ونحصل على المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة